خناءة لطيفة أوي بين اتنين سفحين اتنين بيتسرعوا وبيتسبقوا وكل واحد فيهم شايف نفسه انه التاني اكتر منه جورمان واحد منهم قاتل دموي والتاني قاتل دموي لكن واحد قاتل دموي بشرطة والتاني قاتل دموي بشرطتين منهم دول واحد صهيوني معاه جنسية معاه ديانة يهودية والتاني عثمان لي معاه ديانة مسلمة لا دا يهودي ولا دا مسلم تاني نتنياهو اللي هو يهودي انا بقول انه مش بالتأكيد على الديانة يهودية بالتأكيد ده صهيوني لها مولوي وصاحبنا مولود جويش اغلو واردوغان خناءة بينهم الاتنين ايه اللي حصل وزير خارجية مولود اللي كان في الصورة دلوقتي اللي كان قاعد فيه مع مع خالد المشري النهاردة هاجم مين هاجم نتنياهو لان نتنياهو هاجم اردوغان دا الموضوع بالزبط جدا قال ايه كان صاحبنا نتنياهو كتب تغريد قال فيها اردوغان الذي يحتل شمال قبرص وجيشه يزبح النساء والاطفال في القرى الكردية داخل تركيا وخارجها لن يعطينا دروسا في الاخلاق اهي دا مين اللي كاتب الكلام دا بنيامن نتنياهو بالعرب اردوغان دا صهيوني برضو خدوا بالكو احنا بنهاجم اردوغان اللي بيداعي انه مسلم وبيداعي انه حرية لا يقل فداحة ولا يقل وقاحة عن هذا الصهيوني بن يامن نتنياهو قولا واحدا مش هنقعد بانقول لنا صديقنا وده حبيبنا واردوغان دا مسلم لفنا معاه وده يهودي لا على فكرة الاتنين اوسخ من بعض اهو بن يامن نتنياهو اردوغان الذي يحتل شمال قبرص وجيشه يسبح النساء والاطفال في القرى الكردية جبناك صور ابر كده على الهواء داخل تركيا وخارجها لن يعطينا دروسا في الاخلاق دا مين اللي قال دا النهاردة هزا الكلام دا من يامن نتنياهو تعالوا نشوفوا مين اللي دافع دافع مولود دووش اغله عن معلمه عن اردوغان وقال انه رئيس الوزراء الاسرائيلي قاتل بدم بارد في العصر الحديث ومسؤول عن مقتل الاف الابرياء قال ان بلاده لن تتوقف عن كشف الحقائق مبينة ان نتنياهو قصف الاطصال الفلسطينيين وهم يلعبون على الشواطئ وزود جويش اغلو تغريدته بصور للموز المقاومة الفلسطينية طيب طيب انا معلش سريعا بس هقول للناس الخناعي بين مين ومين بين تركيا وبين اسرائيل بين تركيا وبين اسرائيل بيقطعوا الضعب بيقول له انت قاتل للفلسطينيين يا ابن سديف زبعين والتاني بيقول له انت قاتل للاخراض يا ابن ستين في سبعين هما الاثنين قاتلين يعني هما الاثنين قاتله طيب انا بسأل بقول يا عم جويش يا عم اردوغان مش انت صادق يا عالم يا خلق هو ياللي في العالم كله مصدقين اردوغان طيب ما تقطع لقاتك مع اسرائيل يا عم ادرد السفير يا حبيبي ادرد السفير يا حبيبي طيب وريني مرجالة الاطراك ورصاصة واحدة على اسرائيل رصاصة واحدة على اسرائيل حلو الهجوم وحلو الشتائي لان تعلمنا الاخلاق اخلاقنا اخلاقنا اخلاق شغال اردوغان والناس بتسقف يقول لك امير المؤمنين يعز انا بقول له يا امير المؤمنين الم تتبقى معك رصاصة واحدة تطلقها على بني سهيون ألم تتبقى معك رصاصة واحدة تطلقها على من أسر المسجد الأقصى ألم تبقى معك رصاصة واحدة تطلقها على من نقل سفرته إلى القدس هو ده كلام ده كلام أنا بسأل بس الاثنين بقول الحرب اللي موجودة والسطراع اللي موجود حل وقوي عشان الخرفان والنعاج يقول لك بيدافع عن الإسلام وبيدافع عن الفلسطينيين بقول لهم انتو جهلاء لأنه هم الاثنين قتلة نعم هم الاثنين محتلين نعم ده محتل فلسطين وده محتل أراضي في سوريا والعراق وفي قبرط الشمالية لا خلافة بينهما مفيش فرق منهم الاثنين لكن تاني بقول أنا بكلم اللي بيزايد بقوله في تركيا يلا وريني ونمشي وراك بكرا الصبح حرك جيشك التركي اللي هو تبعي الناتو يروح يضرب رصاصة واحدة على إسرائيل أتحدى أن تركيا تضرب رصاصة واحدة